سلام عليكم اهلا بكم من جديد على قناتكم قناة نبد المعلومات على اليوتيوب ان شاء الله النهاردة هتعلم ازاي ان اقدر نرفع فيديو على الاصدار الجديد بعد ما طرحته اه شركة اليوتيوب واصدرت اه كان من كام شهر كده قالوا ان هما هي خلاصة استقروا على الاصدار الجديد وبعد شهر هيتم الغاها وفعلا انا ضل حصل وده اللي تم ان النسخة اللي هي الاصدار القديم اللي الناس كانت متعودة انها هترفع وتعدل على الفيديوهات بتاعتها على القناة على اليوتيوب او قنواتها على اليوتيوب دلوقت الاصدار القديم تلغى ودلوقت فيه ناس كتيرة جدا مش عارفها تتعامل بالاصدار الجديد تمام او بترفع فيديو ومش عارفها تتعامل معه تمام النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نرفع الفيديو على الاصدار الجديد وازاي نعمل الاعدادات بتاعته بشكل منصك وشكل جميل وشكل سهل جدا بالعكس الاصدار الجديد جميل جدا في احصيات كتيرة جدا عن القناة وفي احصيات كتير جدا بتقدر تكتشفها عن الفيديو بتاعك بعد ما تنشره. النهاردة ان شاء الله هتعلم ازاي نقدر نزبط الاعدادات الصحيحة او طريقة ازاي نقدر نرفع الفيديو على الاصدار بعد الاصدار الجديد اللي هي اطراحته شركة اليوتيوب. آآ عشان ما نطولش مع حضرتكم في الشرح دايما بذكرك لو انت اول مرة آآ بتشوف قناتنا النهاردة بتشوف قناة نبض المعلومات بعد عود بضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر والجرس مهم جدا عشان نوصل لك كل جديد حصل ومفيد علاقاتنا قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. نخش يا شباب في الشرح زي ما احنا شايفين كده دي الكناب بتاعتنا آآ تعودنا يا شباب ان احنا نيجي على عشان نرفع فيديو على اليوتيوب. بنيجي على العلام اللي فوق ديت بنضغط عليها. وبنيجي نختار حاجة اسمها تحميل الفيديو. دي كانت موجودة على اصدار الاديم برطو وهي موجودة حاليا على الاصدار الجديد. ننتظر لحد ما تفتح لنا الصفحة اللي هنشوفها قدام حضراتكم دي. وهي خاصة بآآ رفع الفيديو بتاعنا. آآ في ملحوظة آآ لازم تفهمها يا شباب ولازم تاخدوا هالكومينها كتير جدا في ناس كتير بتجع فيها آآ آآ واتمنى من شركة اليوتيوب ان هتشيلها خالص عشان آآ المشكلة دي اتي وجهتني انا شخصيا فانا مش عايز حد يجع فيها تمام? يا ما تيجي انت ترفع الفيديو بتاع حضرتك ما تجيش على تحميل المحتوى باستخدام استوديو منشيء المحتوى الكلاسيكي لان الخاصية دي خلاص انتهت. بمجرد ما تختارها هي مش هيدخلك على الاصدار الكلاسيكي. ولكن في مميزات اتشالت كتير جدا فالفيديو بتاعك هترفع عادي جدا مش هتقدر تتحكم فيه بعد كده. ولكن انا بنصحك ان تدخل هنا وترفع الفيديو بتاعك من هنا ما ترفعش ما تحولش الاستوديو بتاعك من الاصدار الكلاسيكي. تمام كده شباب? عشان تبقى الصورة واضحة مع حضراتكم ما ينفعش تدخل على الاصدار الكلاسيكي وترفع الفيديو بتاعك لانها هي خلاص انتهت وشالوها وبيجيت رسمية انك تستخدم الاصدار الجديد. اه تضغط هنا او تضغط هنا عادي جدا الاتنين واحد هنختار فيديو مسلا اه معين نضاء صغير كده ان احنا ناخد تجربتنا عليه وانتو اه حضراتكم تقدروا تختاروا وتعملوا نفس التفاصيل اه على اي فيديو تمام? اه لو لاحظنا كده انبسكت لينا نافذة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنا بتضيف عنوان الفيديو بتاعك تمام العنوان المطلوب هو ازا كان الفيديو بتاعك مكتوب بالعنوان عادي جدا هتلاقي الاسم الفيديو موجود هنا كامل وانا كنت كتب آآ اسم الاعلان فاصل جديد او في اسم الفيديو فاصل جديد فعشان كده ظهر باسم فاصل جديد عاستغيره بتغيره من هنا عادي جدا بتكتب اللي انت عايزه تمام ولكن هخليه مسلا بالاسم ده تمام كتجربة يعني بعد كده هنزل شوية لتحت كده هنلاقي حاجة اسمها آآ الوصف لو لاحصنا كده شباب هنلاقي في علامات زي هنا علامات آآ زر او الكلام ده ده بتاخدوش بالكم منه لان هو مش مش هتلاقيه موجودة عندك لان انا سبت آآ اداء اي آآ كنت شرحتها قبل كده في فيديو على القناة ده آآ رقعة جدا آآ بتخليك انك تختار الكلمات المفتاحية للفيديو بتاعك بالشكل صحيح وبتساعدك جدا انك آآ ترتقي بفيديوهاتك على اليوتيوب لو حبيتك لحضرتك تدخل وتشوف الاداة وازاي بتستقيمها موجود الفيديو في آآ القناة تمام كده شباب هنيجي بعد كده زي ما انا قلت لحضراتكم ده الوصف هنكتب الوصف بتاع الفيديو زي ما انا ذكرت ما يقلش هعمل سطرين ونص خاصين بالفيديو بتاعنا لو الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الطبخ بشوف الحاجة اللي انا آآ قدمتها وبشرق بعمل عليها شرحة بسيط كأن انا بكتب تدوينة بس ربارة عن سطرين ونص تمام كده شباب في دقيق من خلال الوصف لو نزلنا لتحت شوية كده شباب هلاقي حاجة اسمها الصور المصغرة آآ بنجر ما انت بتضغط هنا بتختار من على الجهاز بتاعك الصور المصغرة لتابعة الفيديو طبعا كلنا عارفين آآ ومتعودين ان احنا نرفع صور مصغرة منين دي هي اللي احنا بنرفع منها من خلال آآ الاصدار الجديد زي ما احنا شايفين منجرد ما تضغط عليها بدخلك على الجهاز بتاعك بتختار الصورة الخاصة بالفيديو بتاعك اللي انت حضرتك عايزة تضيفها على الفيديو تمام آآ كمان ما ديك هو صورتين آآ يعني بشكل افتراضي تقدر تختار منهم لو انت ما عندكش صورة بتختار من الصور الموجودة هنا عادي جدا ده بتبقى ظاهرة على الفيديو. بعد كده بننزل تحت شوية كده بنلاقي حاجة اسمها آآ الساهم الصغير هنضغط عليه كده بيقول لك هنا اختار القائمة اللي هيبقى عليها الفيديو بتاعك. تمام? آآ طبعا زي ما احنا شايفين كنا عارفين ان احنا بنختار او بننصك الفيديوهات بتاعتنا حسب القواهم اللي احنا بنعملها بحيث ان احنا ننظم الفيديوهات بتاعتنا اللي هنا بتكلم عن الطبخ او مسلا عن حاجات معينة بنحط الفيديو ده حسب القائمة اللي انا آآ آآ الفيديو حسب القواهمة اللي موجودة عندي. تمام? بحيث ان هو يبقى منظم يعني. دي بكان اختيار القائمة بتاعت اللي انا بضيفها في على القناة. تمام كده شباب? بعد كده بننزل تحت شوية. هنا بيقول لك آآ هل الفيديو بتاعك آآ يخص الاطفال ام آآ ما يخصش الاطفال. لو الفيديو بتاعك خاص بالاطفال وآآ وكده بتختار نعم آآ ان هو خاص بالاطفال. لو هو مش خاص بالاطفال بتضغط على لا. تمام كده شباب? بعد كده بتيجى على حاجة اسمها تقييد المحتوى حسب العمر. بتضغط كده بتلاقي حاجة نافذة فتحت اللا معاك لتحت. هنا بيقول لك آآ هل آآ عايز تشوء خلي الفيديو بتاعك آآ 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 يشوفه? ولا آآ يشوفه يشوفه كل الناس يعني من تمنتاشر من اول مسلا من عمر تمن سنين او تسح سنين وما فوق لحد ميت سنة او هنا بتحدد ان من تمنتاشر سنة والفوق تمام? حسب الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه? وهو هل يا طرع يجوز ان آآ التمنتاشر سنة يشوف الفيديو بتاعك ده ولا لأ? تمام كده يا شباب المعلومات دي آآ هم ما ضفوها علشان تختار منها بعناية عشان الفيديو بتاعك او القناة بتاعتك ما تتقفلش تمام كده يا شباب? لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس جدا ولازم الحاجات الخطوات اللي احنا بنقولها ديات لازم تضيفها بعناية جدا على الفيديو بتاعك تمام? بعد كده هتيجي على خيارات اضافية وهي اهم اهم نقطة بتضغط عليها آآ سيبك من المربعين دول تسيبهم زي ما هم وبعد كده بتضغط على حاجة اسمها العلامات اللي هي بتضيف الكلمات المفتاحية اللي انا قلت لحضرتك عليها قبل كده ان انت بتزود في بتاعت الفيديو نفسها لو انا مسلا الفيديو بتاعي مسلا بتكلم على الفيس بوك مسلا هكتب الفيس بوك وبضغط انتر برضو زي ما احنا شايفين كده آآ بختار كلمات اللي الناس بتبحث عنها وبضيفها هنا زي ما احنا شايفين آآ قدام حضراتكم تمام كده شباب بعد ما اختار الكلمات بتاعتي في الكلمات المفتاحية لو نزلت تحت كده سيبك من كل الحوار ده خلاص كده بعد كده بنيجي على الخطوة التانية اللي هي تحقيق الربح الفيديو بتاعي آآ هل آآ هخلي آآ شامل ان هو يربح لي من على انترنت ولا لا تمام بختار انا هنا وبعد كده باجي على السام الصغير ده بضغط عليه بعد كده بقول له تفعيل بفاعل آآ خاصية الربح من الانترنت بضغط على كلمة تم لو لاحظنا كده هتلاقي كلمة مفاعل وجات عليها علامة الدولار الخضرة بحيس ان كده انا وفقت على ان انا اضيف اعلانات آآ تظهر على الفيديو بتاعي بجميع او ما كل الاعلانات اللي بتظهر زي ما احنا شايفين تخط الفيديو والاعلانات اللي بتظهر آآ قبل للتخطي والجنب الفيديو كل الاعلانات بسمح ليها انها تبقى موجود على الفيديو بتاعي بحيس ان انا اربح من خلال الفيديوهات بتاعتي اللي موجودة على الفيديو آآ يعني الفيديو ده ويت اللي انا رفعه تمام كده شباب آآ خلصنا ان الخطوة دي بعد كده هنيجي على حاجة اسمها مدى مدة من لقمة الفيديو الاعلانات ننزل عليها كده آآ لو لاحظنا كده هنلاجح حاجة اسمها لغة غير ملأمة سيبك منها آآ الخطوة دي مهمة جدا يا شباب لازم تاخدوا بالكم منها لو هم ضفوا الدنيا دي كلها عشان الخطوات دي تمام عشان الفيديو بتاعك او القناة بتاحتك ما تتقفلش لانا هم كانوا بيقفلوا كمية كبيرة جدا من القناة فرجاء يعني بتيجي تضيف الفيديو بتاعك بتختار الحاجات دي هاتي بعناية جدا عشان الفيديو بتاعك او القناة بتاحتك ما تتقفلش تمام كده بتيجي هنا بتختار آآ مثلا آآ محتوى تضمن لغة آآ لغة نبية خفيفة عبارة عن معرفش ايه والكلام ده كله سبك من الكلام ده كله انت بيقول لك هل الفيديو بتاعك بيتكلم عن حاجات من الحاجات دي ازا كان عنف او بالاغين بس الناس الكبيرة ما ينفعش تطلع عليها الاطفال والكلام ده لو ملقيتش حاجة مش موجودة هنا يعني لو في حاجة انت الفيديو بتاعك بيتكلم عليها بتفتح الخانة بتاعتها وبتختار نقط بتعلم على الحاجة بيتكلم عليها تمام? بتختار حاجة لفيديو بتاعك بيتكلم عليها. ليه بتعمل كده لو انت عملت كده? كده انت حطيت الفيديو بتاعك في ترتيب عند اليوتيوب ان هما دي خاصة بالحاجات دي يعني اللي بيدخر ليشوف الفيديوهات على اليوتيوب هو يعني بيبقى عارف ان هو داخل على الحاجة دي يعني مش شايفة قدامه لان في ناس كتير جدا بتروح على اليوتيوب بتدور على حاجة بتلاقي حاجة تانية. ولكن انت ما تختار الحاجات دي. ويتعلم على النقض النقط دي اللي قدام حضرتك. الفيديو بتاعك بيروح مع الفيديوهات التانية. اللي هي خاصة بالنيتش ده. تمام كده شباب عشان آآ ما فيش ناس تعمل ابلاغات عن الفيديوهات بتاعتك والقناة بتاعتك تتقافل. تمام كده? بعد كده بتضغط على ما فيش حاجة انا مسلا ما لجيتش حاجة من الحاجات دي هات الفيديو بتاعي تتابع ليها. بضغط على لا شيء مما سبق. بضغط عليها علامة صح انا بعلمها. بعد كده كده انتهينا من الخطوة دي. بعد كده بنيجي على الخطوة اللي بعدها. اضافة البطاقات اللي هي بتضيف اللي انا عملت كده اضافها. اللاحز دلوقتي ان هو هيجيب لي الفيديو وبتضيف البطاقات زي ما انت زي ما كنا بنضيفها يا شباب في آآ الدصدار الكلاسيكي اللي انت بتضيف آآ مسلا في المنطقة دي انا عايز بطاقة. ليه بطاقة دي يا شباب? لان في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش يعني بطاقة. ان انا بعمل كده. وبضيف مسلا فيديو كده. الفيديو الجديد ده مسلا انا لسا نشره. آآ انضاف هنا بمجرد زي ما احنا شايفين كده ده والفيديو شغال بتيجي لك علامة تعجب في الفيديو من فوق بدي اقول لك الفيديو في فيديو مسلا الفيديو ده ممكن تشوفه دلوقتي. وهكزا بتضيف كزا مسلا انا احرك مسلا في المنطقة دي. عايز علامة العلامة التعجب دي اتي يظهر فيها فيديو تاني. باختار كده. انشاء وباختار الفيديو ده. تمام? بحيس ان الزائر اللي هو على القناة بتاعتك بمجرد هو بيسمع الفيديو. آآ هتيجي تظهر عنده علامة تعجب ويفتح اسم الفيديو اللي انت اخترته من القائمة دي. اللي هو عايز يسمعه بيدغط على علامة التعجب ويرح يسمع الفيديو على طول. تمام كده شباب? اتمنى تكون آآ الحتة دي كمان وصلت لحضرتكم. نرجع كده خطوة وراء معلش بنعبدوها الفيديو طور شوية ولكن ده المصلحة حضرتك. نرجع كده خطوة وراء. او نيجي على العودة الى الاستوديو. نكمل الاعدادات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. قلت ان احنا آآ زي ما احنا شايفين ان نضافت علامة صح هنا بحيس ان انا ضفت علامتين او بطاقتين على الفيديو بتاعي. بعد كده بتيجي على مستوى العرض بنضغط عليها. اخر من الحالة. زي ما احنا شايفين كده كله تعلم عليها علامة صح. آآ بستوى العرض اللي هو آآ ان انا عايز اعرض الفيديو او انشوره او او لا. باجي اعمله على آآ على على كلمة علنيا. علنيا يعني خلاص هانشر الفيديو كله يشوفه. بعد كده بضغط على كلمة نشر. اللي حضرتك عايزه تخليه خاص او غير مدرج عادي بتضغط على خاص او غير مدرج. هنا بيقول لك حتى تلاجه كلمة حفظ. مش نشر. لو جيت على كلمة آآ علني بيقول لك على آآ انشر الفيديو. تمام كده شباب? انا مش هنشر الفيديو لان انا مش محتاج الفيديو ده لفيديو توضيحي كده. حبيت اشرحه لحضراتكم عشان تقدر تستفاد. لو عملت نشر كده هنشره دلوقت اهو. قدام حضراتكم وهنشوف دلوقتي آآ اتنشر ازاي? زي ما احنا شايفين كده بيقول لك شير الفيديو لاماكن توصل اجتماعي عشان آآ ياخد يعني من الافضل انك بعد ما تنشر الفيديو بتاعك تروح على الفيسبوك وبتضغط على الفيسبوك وبعد كده بتنشر الفيديو بتاعك هناك وعلى تويتر وعلى الاماكن ليه. عشان الفيديو بتاعك ياخد ترتيب كويس في بداية ما بينزل. تمام? زي ما احنا شايفين كده انا مش هنشر لان الفيديو زي ما انا زخرت لحظت لكم ان هو فيديو تجريبي. هرجح كده الفيديو زي ما احنا شايفين بيجي علنيا ومفاعل الربح هو اتنشر عادي جدا يا شباب. ولكن احنا هنحزف الفيديو ده عفوا هنحزفه كده. نهائي عشان ده فيديو آآ توضيح يعني علشان الشرح. تمام كده يا شباب? نحزف بس الفيديو. نرجع للقناة. آآ ده كان فيديو النهاردة ومعضنا النهاردة ما تنساش باللايك الفيديو يا جماعة لو عجبك ومشاركة الفيديو عشان غيرك استفاد. شكرا لحضركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.